بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقي بكم في هذه المحاضرة بعد أن تحدثنا في محاضرتين سابقتين في الأولى تناولنا مفهوم المهنة والحرفة والتمهين وكذلك ضوابط المهنة وضوابط اختيار العمال في الشريعة الإسلامية مع حديثنا أيضا عن فضل العمل في الإسلام كان ذلك في الفصل الأول أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الحديث عن الأخلاق مفهوم الأخلاق وفضل وقيمة الأخلاق في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهميتها في المجتمعات والحضارات ثم تناولنا خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية وبعد ذلك تحدثنا عن التربية الأخلاقية مفهومها ومصادرها وأيضا أهميتها أما اليوم بإذن الله فسنتناول في الفصل الثالث أخلاقيات المهنة وفي هذا الفصل سنتعرف على مفهوم أخلاقيات المهنة مصادر أخلاقيات المهنة ضوابط أخلاقيات المهنة أما بالنسبة لمفهوم أخلاقيات المهنة بناء على تعريفنا السابق لمفهوم الأخلاق ومفهوم المهنة بالجمع بين هذين المفهومين يمكن أن نصل إلى مفهوم أخلاقيات المهنة فعليه تكون أخلاقيات المهنة هي القواعد والضوابط التي تنظم سلوك العامل في مهنته بحيث هذا السلوك ينظم علاقته بالعاملين مثله أو بالمدير والمسؤولين أو بالمجتمع الذي ينتفع من هذه المهنة فلذلك تكون هذه الأخلاق هي التي تحكم على سلوك هذا العامل أي كان سلوكه منضبط بالمهنة أم غير منضبط بها وفي الإسلام يمكن أن نعرف أخلاقيات المهنة بأنها الصفات الحسنة المطلوب تحلية النفس بها في مجال العمل المهني المشروع بعد تخليتها من الصفات السلوكية السيئة حيث سبق لنا في تعريف التربية الأخلاقية أن قلنا بأن الأخلاق في الإسلام والتربية الأخلاقية تبدأ من تطهير القلب في الباطن ثم تعديل السلوك في الخارج فإذا ما صلح القلب صلح السلوك الصادر عنه وعليه تكون أخلاقيات المهنة في الإسلام تبدأ من بناء النفس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وتحليتها أي تزكيتها بالأخلاق الحسنة ومن ثم ستنعكس هذه الأخلاق الحسنة على السلوك الخارجي بسلوك حسن وتكون هذه التحلية بعد عملية التخلية حيث سبق أن تذكرنا القاعدة التربوية الصوفية التخلية قبل التحلية فلا بد من تخلية القلب من الأمراض والأخلاق السيئة كالحقد والحسد والأثر والبغض الآخرين وغير ذلك من سيء الأخلاق ثم تحليتها بمكارم الأخلاق كالصدق والأمانة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق الحسنة هذا هو المفهوم العام لأخلاقيات المهنة بصورة عامة أما إذا أردنا أن نطبق هذا المفهوم على ميدان التعليم فنعرف مفهوم أخلاقيات مهنة التعليم بأنها السجاية الحميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون في حقل التعليم العام هنا ركز على التعليم فكرا وسلوكا فالفكر هو إصلاح ما في القلب من أفكار سيئة ومن مشاعر سيئة ثم ينعكس ذلك كما قلنا على السلوك وسلوكا أمام الله ثم أمام ولاة الأمر وأمام أنفسهم والآخرين لأن الأخلاقيات في الإسلام منضبطة في الأساس بمصدر الوحي وأن الإنسان سيسأل عنه ولذلك فالمسؤولية الأولى أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام ولاة الأمر أي المسؤولين عن العمل في مجال التعليم كمدير المدرسة والوزارة مثلا ثم أمام النفس والآخرين المجتمع الذي يستفيد من خدمة التعليم كالطلبة وأولياء الأمور ويترتب على هذه الأخلاقيات واجبات أخلاقية وتستخدم الإدارة والمجتمع للحكم على التزام المعلمين لأن هذه الأخلاقيات هي ضوابط عمل ومن ثم فيها واجبات يجب أن يقوم بها المعلم ومن ثم هذا القيام بهذه الواجبات هو الذي سيحكم على أدائه أمام الإدارة وأمام المجتمع وأمام الآخرين نعم ننتقل الآن إلى الحديث عن مصادر أخلاقيات المهنة تستقى هذه الأخلاقيات من مصادر عديدة تختلف من مجتمع إلى آخر حسب الأيدولوجية والنظام الذي يسير عليه هذا المجتمع ولكن في عمومها تنحصر هذه المصادر في خمس مصادر المصدر الأول هو المصدر الفكري الفلسفي ويقصد به دين المجتمع عقيدته أيديولوجيته وفكره النظام الفلسفي الذي يخضع له هذا المجتمع وهو المصدر الأم يعتبر المصدر الأم لجميع المصادر الآتية فيما بعد اللي هو المصدر الفكري والفلسفي فنحن في المجتمع المسلم مصدرنا الفكري والفلسفي هو الإسلام الكتاب والسنة وما نتج عنهما من مصادر الفرعية وهو المصدر الأساس لكل أخلاقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وذكرنا سابقا عن ورود الأخلاق في القرآن والسنة والحث عليهم أما في بلد نظامه شيوعي مثلا يؤمن بالشيوعية والماركسية والإلحاد فبالتأكيد مصدر الفكر والفلسفي له هو المصدر الماركسي الفلسفة الشيوعية التي تقول بأن لا إله والحياة مادة وأن الحياة هذه هي نهاية المطاف وأن الإنسان جزء من آلة للإنتاج وغير ذلك من الأفكار الشيوعية كذلك في نظام الرأس المالي كما هو في أمريكا والبلاد الغربية يؤمن هذا النظام برأس المال وأنه أساس مدار الحياة وتدور عليه كل شؤون الحياة الربح والكسب المادي والسعي للثراء ولذلك هناك حب الذات والأنا أساس في التعامل الاجتماعي في النظام الغربي فلا يؤمن أصحابه بمصلحة المجتمع إنما يؤمنون بمصلحة الفرد وهذا ينعكس على سلوكياتهم في جمع المال والصراع والنزاع وغير ذلك من الآفات التي نسمعها ننتقل إلى المصدر الثاني وهو المصدر الاجتماعي ويقصد بالمصدر الاجتماعي أي المصدر الذي ينتج عن تفاعل الناس داخل المجتمع مثل ما يعرف بالأعراف والتقاليد والأمثال الشعبية وما يتفق عليه أهل المجتمع من أن هذا شيء حسن أو أن هذا شيء سيء طبيعا هذا المصدر المجتمعي هو خليط من الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة ويختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر ونحن في المجتمعات الإسلامية يغلب على المصدر الاجتماعي أنه مستقى من المصدر الإسلامي أو الفكر الفلسفي الإسلامي في غالبيته رغم ما يشوبه أحيانا من خرافات أو تقاليد غير مقبولة في الشريعة الإسلامية ولذلك المصدر الاجتماعي يجب أن يحكم بالمصدر الفكري والفلسفي فلا يعتمد عليه إذا خالف الإسلام أو كان فيه ما ينكره الإسلام مثل أن يعتقد بعض الناس بمنع الفتاة من حق المراث وهذا يخالف صريح القرآن والسنة فللذكر مثل حظ الأنثين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلى غير ذلك فهنا عرف خاطئ لدى بعض الناس في المجتمع يخالف المصدر الفكري الفلسفي للإسلام ولذلك يجب أن لا يؤخذ به ننتقل إلى المصدر الثالث وهو المصدر السياسي والمصدر السياسي أي نظام الحكم الذي يحكم البلاد ويحكم الناس طبيع أنظمة الحكم في غالبها تتبع النظام الفكري والفلسفي الذي تحدثنا عنه سابقا في البلاد الشرقية الاشتراكية يحكمها النظام الاشتراكي أو نظام الشيوعي والفلسفة الماركسية مثل الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا حاليا وبلاد الصين وبعض بلاد الشرقية هذه البلاد مصدرها السياسي مستقى من فكرها الفلسفي الشيوعي والرأسمالي وقس على ذلك البلاد الرأسمالية أيضا والبلاد الإسلامية وغيرها كل له نظامه السياسي الذي يحكمه وبالطبع الأنظمة السياسية التي تحكم العالم اليوم هي إما أن تكون أنظمة ديمقراطية تعتمد على اختيار الشعب وعلى حرية الانتخاب وتداول السلطة وإما أن تكون أنظمة ديكتاتورية تسلطية فردية حزبية لا تؤمن بالشعب ولا بحريته ولا بقراره بل يتحكم في مصير الشعب ثلّة وحفنة من المنتفعين وبالتأكيد في ظل المجتمع الديمقراطي تنتشر أخلاق الحريات حرية التعبير حرية الأحزاب حرية التملك حرية الصفر حرية التجمع إلى غير ذلك كذلك يعيش الناس في ظل النظام الديمقراطي في جو من الأمان والمسواة والعدل في غالبه أما في النظام الديكتاتوري النظام القمعي التسلطي فتكون الأخلاق السائدة هي أخلاق الكبت والقمع والحرمان من حرية التعبير وحرية التملك وحرية الأحزاب وحرية الانتخاب إلى غير ذلك وهذا يدفع الناس إلى الخوف وإلى الاهتمام بالذات وعدم التدخل في أمور السياسة ومصالح المجتمع رابعا المصدر الاقتصادي والاقتصاد تأثير هام على مسيرة أي مجتمع من المجتمعات فكما قالوا بأن المال عديل الروح وبأن الاقتصاد هو المحرك للمجتمع فبدونه لا تسير عجلة الحياة في المجتمع من بناء ومن عمل ومن إنتاج وغير ذلك والمجتمعات من الناحية الاقتصادية إما أن تكون مجتمعات غنية ذات ثراء للفرد والمجتمع أو مجتمعات فقيرة لا يجد الفرد فيها قوت يومه ومن ثم ينعكس ذلك على سلوكه ففي ظل المجتمعات الغنية التي يملك فيها الفرد دخله العالي ومتطلبات حياته ورفاهيته نجد أنه ينعكس ذلك على سلوكه من النظام والنظافة والانضباط في المواعيد وغير ذلك من السلوكيات الحسنة أما في ظل المجتمع والنظام الاقتصادي المتردي وفي ظل الفقر والفاقة نجد أن الناس يغلب عليهم عدم النظافة وعدم النظام عدم الاهتمام بالمصلحة العامة والبحث عن المصلحة الخاصة الحقد بين الأغنياء والفقراء إلى غير ذلك من الأخلاق المذنومة وبهذا يكون المصدر الاقتصادي مصدرا لسلوكيات أفراد المجتمع أخيرا المصدر المنظمي أو المؤسسي فلكل مؤسسة نظام ودستور ولوائح تحتكم إليها ويلتزم بها العاملون فيها فمثلا وزارة التربية والتعليم كمؤسسة اجتماعية كبرى لها لوائحها وأنظمتها التي يوقع عليها المعلم منذ بداية تعيينه وهو ما نسميه بمثاق الأخلاقيات مهنة التعليم ويلتزم به وهذا النظام يحدد له حقوقه وواجباته وما هو المطلوب منه ويحاسب هذا المعلم بناء على هذه اللوائح والأنظمة فمن خالفها وقع عليه العقاب ومن التزم بها نال الترقي والجزاء الأحسن وأيضا كان له فرصة للوصول إلى المعالي المناصب في هذه الوزارة بهذا نكون قد تحدثنا عن مصادر أخلاقيات مهنة التعليم الخمسة المصدر الفكري الفلسفي والمصدر الاجتماعي المصدر السياسي المصدر الاقتصادي المصدر المؤسسي أو المنظمي ننتقل الآن إلى الحديث عن مجموعة من الضوابط الشرعية لأخلاقيات مهنة التعليم كما قلنا بأن الأخلاقيات مهنة التعليم هي مجموعة من القواعد والضوابط والنظم التي تحكم عمل المعلم في المؤسسة التعليمية وأنها في الإسلام منضبطة بأحكام شرعية ولذلك نريد أن نتعرف على بعض هذه الضوابط ومنها حكم تعليم الصبيان والبنات وضرب الصبيان والنتاج المترتبة على ذلك بداية نتحدث عن حكم تعليم الصبيان والبنات العلم في الإسلام فريضة وتحدثنا سابقا حول فضل العلم وأهميته ونذكر بأن أول آية في كتاب الله كانت إقرأ ثم الصورة التي تأتلتها بعد ذلك نون والقلم وما يسطرون وآيات كثيرة تحث على العلم والتعلم وتكاليف شرعية كثيرة في الإسلام كلها تتطلب من المسلم أن يتعرف عليها فكيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ كيف سيحج؟ كيف سيجاهد؟ كيف سيبيع في السوق؟ كيف سيمارس مهنتها إلى غير ذلك؟ كل هذه الأمور لها تعليماتها الشرعية التي يجدر أو يلزم المسلم أن يتعلمها ولذلك تعلم بعض العلوم فرض عين على كل مكلف وبعضها الآخر فرض كفاية وبعضها مندوب وبعضها محرم كيف ذلك؟ فالصلاة في ذاتها فرض عين على المسلم ومن ثم تعلم أحكام الصلاة يعتبر فرض عين على كل مسلم فلا يجوز المسلم أن يصلي على جهل وعدم دراية بأحكام الصلاة وإلا بطلت صلاته كحديث المسيء في صلاته كان يصلي ولا يقيم أركان الصلاة فلما جاء النفس السلام وسلم عليه قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي ومن عبد الله على جهل فكأنما عصاه فهنا فرض عين والفرض العين يتعدى العبادات إلى الحياة فمثلا من أراد أن يكون طبيبا ففرض عين أن يتعلم أحكام الطب والكشف على عورات الناس وربما بعض الأدوية التي تسبب التخدير والغياب العقل وغير ذلك أن يتعرف على أحكام هذه الأمور في الشريعة الإسلامية وقص على ذلك المهندس والمحامي التاجر في السوق مثلا عندما يريد أن يبيع ويشتري هناك أحكام للبيع والشراء وهناك بيع حلال وبيع حرام هناك الربا وهناك الغش هناك الاحتكار كل هذه الأحكام الشرعية يجب أن يعرفها ونذكر بما قلناه سابقا من قول سيدنا عمر رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقها في ديننا إذن هنا يكون العلم بالمهنة التي يقوم بها الإنسان هذا هو فرض عين عليه يجب أن يتعلق وطبيعي هناك ما يسمى بفرض الكفاة وتحدثنا عنه سابقا والذي إذا قام به البعض من المسلمين بما يكفي حاجة الأمة أو حاجة المجتمع سقط الإثم عن البقية الباقية فمهنة الطب مثلا مهنة التعريم المحامة هذه من فروض الكفاية إذا قام بها العدد الذي يسد حاجة الأمة فهنا يسقط عن بقية الأمة وإلا تأثم الأمة إذا لم يوجد فيها هذا العدد الكافي هناك بعض العلوم مندوبة مثل تعلم الشعير تعلم التاريخ تعلم أمور ليست فيها منفعة مباشرة للإنسان أو ضرورة ملحة عليه فهذه تعتبر من العلوم المندوبة مثل علم السياسة اليوم علم الاقتصاد وإن كان في جزء منه يعتبر فرض كفاية أما العلوم المحرمة فهي العلوم التي تؤذي وتضر الإنسان والبشرية مثل علوم السحر وعلوم المواد المخدرة والسامة والمتفجرات التي تفتك بالبشرية كالقنابل الذرية والهيدروجينية والنووية التي تؤدي للدمار الشامل هذه كلها من العلوم المحرمة في الشريعة الإسلامية إلا إذا كانت كسلاح ردع في وجه من يمتلكها هنا ربما يزول الحرمة والله أعلم العلوم في الشريعة الإسلامية قسمت إلى علوم محمودة وعلوم مذمومة والمحمودة كما قلنا هي علوم الفرض العين وفرض الكفاية والمندوب أما المذمومة فهي المحرمة أو المكروهة كما سبق أن تحدثنا من أوائل علماء الأمة الإسلامية الذين دعوا إلى إلزامية التعليم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله وبين أن التعليم يجب أن يلزم الحاكم المسلمين به يعني لا يترك أمر التعليم للفرد بل هو من واجبات الدولة أن تلزم الجميع بأن يتعلموا ما يقيمون به دينهم ودنياهم وتمنع الأمية والجهل وإذا لم يجد أو يوجد الأب الذي يعلم ابنه فيجب أن يرسله إلى المدرسة أو إلى المؤسس التعليمية وإذا لم يكن له أب فالعلماء يقومون بهذا الواجب أو الدولة المهم في النهاية يجب أن يتعلم جميع أبناء الشعب هذه العلوم وتنتهي الأمية في المجتمع وكذلك من أوائل من دعوا إلى إلزامية التعليم ابن سحنون رحمه الله في القرن العاشر الميلادي قبل أن تعرف البشرية هذا المبدأ وهو من مبادئ التعليم في العصر الحديث إلزامية التعليم وبالطبع عندما يكون هناك إلزامية للتعليم فيجب أن يكون التعليم مجانياً لأنه لا يستطيع جميع أفراد المجتمع أن يتعلموا بمقابل مادي ومدام أن التعليم إلزامي إذن لا بد أن يكون مجانياً وخاصة للطبقات الفقيرة التي لا تستطيع الإنفاق على التعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر